والصلاة أيضا كانت هي أن ننمو في المعرفة النمو في المعرفة ازدياد المعرفة المعرفة الكاملة حتى نكون مشابهين صورة يسوع والمعرفة الأكمل أن نكون ممجدين في السماء بولوس الرسول أيضا بصلي لكي يتحقق الرجاء المسيحي من جديد فهذا الرجاء هو الرجاء المبارك مش مجرد احنا منرجو لشيء قاعدين بس منستنى فيه لكن رجاء مبارك في المستقبل اللي بيتكلم عن مجيء المسيح ثانية فهذا الإعلان هو اللي بيحفظ الإنسان يتحمل الألام والمصاعب والتجارب واللي بيحفظ الإنسان أنه يستثمر ويستخدم كل فرصة في حياته وبحفظ الإنسان أنه يدرك أنه حياته ليست لنفسه لكن للرب اللي اشتراه والرب اللي خلصه والرب اللي طبعا دعاه فبيصلي من أجل أن هذا الرجاء المسيحي يتحقق من جديد يشتعل أن يكون دائما فيه عندنا رجاء احنا منخدم وكأنه المسيح رح يرجع في أي لحظة